سلام لبنائت اششالله كامل لكم بخير وصحتكم اعلى خير اليوم جيتكم فيديو جديد وبوصفة جديدة مازلنا متواصلين في سلسلة حلوية العيد جيتكم بواحد لمشوفوك يذوب في اليد قبل الفم يهبل يهبل يعني مقادير وبسيطة وهذه الكمية راح تحضر لكم يعني اكثر من خمسين حبة هنا حبيبتي لا اول مرة تشفي قناتي معليك غير تشتركي وتفعلي الجرس كذلك كامل جديدي حبيبتي كتوفي الفيديو متساش تخليلي جامل الفيديو او كومنتير تقولي او شعيك في الوصفة هنا خليكم تشوفوا بعض المقتطافات ونروحوا نشوفوا وصفتنا لنهار اليوم بسم الله هنا عندي 250 غرام مغارين انا استعمت لابيل عندي كزيت عندي اربع ملاعق كوكي ومحمص ومطحون رقيق عندي علبة حلوة الترك رابعة صفار بايب ثلاث ملاعق جلجنين يكون محمص كما راكموا تشوفوا هذا وش استعملت احنا وش راح ندير راح نخفق شوية زبدة عي هذيك حتى انتطرالي شوية ونضيف عليها كيستعز زيت نبقى ونخفقوه ونضيفو فيه بشوية حتى نكملو يعني الطريقة راي سهلة وواضحة وعلي بني كيمل تعرفوا تديروه لكن انا حبيت ان اعطيكم طريقتي الناجحة يعني الناجحة مليون بالمياه نديريها وعينيكم مغمضين وراح تدعييلي بزيف لانه هذي الوصفة ستقوني راح تجيب بزيف بنينا اهنا يادرت هذوك ربع صفار بايب وضفت الجلجلين وضفت الكوكي وهنا لبنات اني ضفتها ربع ملاعق سكر ناعم لكن دي الاسف المقطع راه هو تحذف لي انتوما ما تنسوا وش تديروهما ربع ملاعق سكر ناعم وهنا ضفت ثانية تكحب علبة حلوة الترك او الشامية كي ما تقولوا لها وابديت انخلط راح نبقى نخلط في المكونات كامل انتواعي حتى الكامل هذوك المكونات يدخلوا كامل في بعضها كي ما راكم وتشوفوا يعني يا لبنات دي ما كما نقولكم الزبدة اعطوها حقها الكيفي في الخافق ثانيتك كي توفوا لونها تبدل وضعها في الحجم فما تبدأ واضفو في الفيرينا تاكم هنا ضفت شوية فيرينا و راح نضيف بيكي تاح خاميرا كيميائية يعني ساشي تاح خاميرا خاصة بالحلويات لهنا لازم نديرو ساشي لانو راح نديرو الحبة تتبعنا شوية صغار ومن بعدها يتنفخونا لازم نستعملوا ساشي تاح خاميرا كيميائيا او بيكي كما تحبوا تقولوا من بعدها تقولوا لي وشي ويسيم ساشي كامل بزيف هنا شوفو نبقى نجمع في الخاليطة تاعي نضيف له الفيرينا ونخليه يكون نوعا ما ترى يعني مش نروح نيبسوا باش من بعد الحبة تاعي في الفرن راح تتفلق معي ويجي مشقاقة ويجي بزيف حشيشة كيين بزيف ابنتي ساقسي ويقولك لمشوفوك تعنا يجي مشقق أسكو الله ونجح الوصفة والله وصفتكم من البنت راهي نجحة ميبلمية كي يتشقق لمشوفوك تعك راهي نجح الوصفة لانه جهشيش ويعني تحل معاك في الفرن يعني الوصفة تعك راهي نجحة يعني ما تخافيش منها و التزيين كما نقولكم ديما يبقى اختياري تقدريت زيني باقرار سع الشوكولات وديري فوقهم مكسارات يعني تزيين يبقى اختياري كل واحدة اي تبدع كما تحب هنا نرجع الوصفتنا نبقى نطمقو تلكم فيها حتى نتحصل علاجينة تكون نطرية نوعا ما دكونا عادتلكم القوام اللي تحصلت عليه شوفوا القوام اللي تحصلت عليه هنا انا ما راح نخليها ترتح مولو لانه فيها خميرة نحن بدأتون نخدم بها هنا عندي ربعات عبايض البيض اللي كانوا قاعدوا لي نخفقهم هكذا شوية كما راكم تشوفوا باش من بعدا نرمت فيهم الحبات التوعية هنا عندي كوكيو كنت يا لبنت حمصته غير شوية بارك شغول ان نشاف بارك باش قدرت نحيله الكشور ورحيتو يكون شوية خشين متوسط كما راكم تشوفوا فيك وعندي الكارز المصبر وعندي الكيسات اللي حنطيب فيهم نمشوا وقتاعي هنا وش راح ندير انا كما قلت لكم الميزان راني كرحتو يعني نخدم عيني ميزاني وصدقوني يعني مرة زوج خلاص تولفوه يعني تولفو وتولي وتديروا عينكم ميزانكم صاح المرة لو لاجيكم حبة كبيرة وحبة متوسطة وحبة صغيرة بسحة من بعدها تولفوه صايير حين توليو يعني تستغنوا عليه نهائيا هنا شوفوا الحبة تعنا انا كنت كورتها ودرتها في بيض البيض ثم رمتها في الكوكيب اللي كنت رحيتو شبية البنات قلت لكم شبية خشين يعني موش خشين بزيف وموش متوسط يعني جاي عادي كما غناعتوكم يعني ياكم شفتوه ونحطهم في الكيسات هذوك اللي حنطيبهم فيهم يعني الكيسات هذوك هم مش رح ينتحرقوا راح جيشول للحبة تعنا صغيرة على الكيسات سوعنا مما تخافوش البنات يعني اللي الحبة تعنا راي فيها الخميلات شوفوا نعود معاكم حبة ندير كويرا نرمدها في بيض البيض ثم بعدها في الكوكيب هذك اللي كنت اطحنتو ونحطهم في الكيسات انا راح نكملهم كامل بنفس الطريقة باش نرجعوا لمرحلة التزيين هناشوفوا بعد ما كملتم كامل عضعتني اثنين وخمسين حبة لبنات بالتقريب اثنين وخمسين حبة يعني هذيك هي يعني شوفوا علش تحصلت هنا وش رح ندير عندي الكارز المصبر قبل ما ندخلوا للفرن على البنات نجيب الحبة تعي الكارز ونقسمها على ربعة نقسمها على ربعة يعني النصف نقسمها على زوج والنصف نقسمها على زوج باش نبدأ التزيين كما تقدروا تقسم الحبة تعكم على زوج وديروا التزيين هذك اللي ما لفين نديروه نديرو نصف حبة فوق الحبة تعلمشو بك تعنا كما تديرو هذي التزيين راح نديرو انا هنا عندي نفس بيض البيض اللي كنت استعملته راح يعني نقطس في هذك السوريز ونبدأ نزيين الحاجة اللي لازم تفهموها علش اغطست هذك السوريز في البيض انه باش من بعديدك ما يطيرش معايا هذك السوريز راح يبقى متمسك يدخل الفرن وتضعف الحجم تاع الحبة وتتشقق معايا مش راح يطير راح يبقى متمسك يعني هذي اي نصحة نعطيها لكم مالبنات شوفوا التزيين تعيي انا راح ندير شغول زهرة من فوق هكذا راح ندير يعني ثلاثها يعني ثلاث اطراف كما راح تشوفوا من السوريز هذك شغول تزيين خفيف براك وعني بسيط يعني كل واحدة تقدر تديرو انا يعني راح نكملهم كامل بنفس الطريقة باش نروحو نديروهم يطيبوا مع بعض اهنا ثاني سكن نعطيكم نصيحة انكم تشعلوا لحفرن تحكم من قبل تخنوه من قبل تشعلوا على درش حرارة 180 يطخنوا بياه ومن بعد تك باش طيبوا الحبة تتزوعكم فيه تحكم في الوقت لا تحكم في الوقت تحكم في الاعتقامه من قبل تجزيين من قبل تحكم في الوقت ندخلهم يطيبهم من الأسفل وبعدا نشعلهم من الفوق نرى الحبة تستوعنا لبنائس بعد ما دخلتهم من الفرق وطابوا لي نرى كيفية ضعف الحجم السحم وشوفوا كيفية تشاقوا معي وهم سخونين لبنائس سوف نديرهم العسل العسل يكون بيرد وهم سخونين لكن انا نفضل هذه الطريقة سوف يكون الحبة ندير فيها ملعقة من العسل ونخليها تتشرب وإذا شربت هذه الملعقة كامل من بعدها سنضيف لها أشبقي عسل يعني الطريقة رهي واضحة انا راح نكملها كامل بنفس الطريقة ونجي ونشوفوا مع بعض وصفتنا لنهار اليوم في صحن التقديم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كامل ترجمة نانسية قنقر ان شاء الله اتنين الوصفة لنهار اليوم اعجبكم اذا عجبتكم حبيبيتي ما تنسي وش تخليونا جامل الفيديو وتكومونتير تقولنا وش فيكم في الوصفة والى الملتقى ان شاء الله في وصفة قادمة السلام اشتركوا في القناة